اشتركوا في القناة وقد يكون سببا في حريق مستعر إن لم يتم التعامل معه بسرعة أنا متأكد بأنكم لم تشاهدوا كلبا مرحا ذا مشية طريفة كهذه من قبل هذا المقطع حصد الكثير من المشاهدات ممن يعتقد بأنه حقيقي ومن يرى بأن في القضية إن واخواتها هناك الكثير ممن كان يتمنى أن يحظى ببعض المرحب الليزر مثل ما يحدث في هذا المقطع أما الآن مع حمام من نوع آخر بحيث وجد هؤلاء الراكبون نفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعدما انفجر أنبوب مياه أسفل منهم مباشرة قد يكون هذان الشبان توأما لكن مشاهدة الحركات المنسقة بعناية والدقة يظل أمرا لن يمل المرء منه أبدا ما تشاهدونه الآن هو طريقة رفع تفاحة في الهواء باستخدام ضغط الهواء وبالطبع لن يتوقع أحد انفجار التفاحة بهذه الطريقة أبدا الكلاب تعتبر أفضل صديقة للبشر لسبب وجه بالطبع فهي ترافق البشر في مراحهم ومعظم ما يقومون به لتطفي عليه حسا من الطرافة والسعادة الإضافية هذا الشاب لم يندم البتة لتشغيل كاميرته لأنه تمكن من تصوير ضربة برق بالقرب منه على بعد أمتار قليلة فقط لن تتخيلوا ما الذي سيظهر في هذا المقطع أبدا هناك فرق كبير بين العمل بذكاء والعمل بمشقة وعناء لا تثقوا في جليد بركة السباحة أبدا وإن أردتم السبب شاهدوا ما الذي حدث لهذا الشاب أما الآن مع مقطع لمحب تدمير الأبنية وما إلى ذلك عندما يكون المرء محبا للطبخ والعمل اليدوي في آن واحد فليس غريبا أن تكون النتيجة مرواحة كهذه بكل صراحة القفزة التي قام بها هذا الكلب نحو الماء ستظل واحدة من أفضل ما ستشاهدونها أصدقاء لا أعلم بكل صراحة ما الذي حدث في هذا الفيديو لكن قفزة دلفين بسرعة نحو القارب ليس أمرا غريبا أعتقد بأن هذا الشاب بأبار بوالديه وإلا كان سيستيقظ كما لو أنه استيقظ في قهر المحيط الأطلسي مشاهدة القفزات التي يقوم بها هذا الرجل أمر ممتع في حد ذاته وتظل اللحظة التي يضع فيها رأسه وسط الماء أفضل ما في المقطع كله البعض لا يكتفي بسيارة باهظة الثمن للتباهي بل يستخدمها لصنع كوب الشاي الصباحي بالنسبة لمن لا يعلم كيف يمكن القيام بهذه الخدعة فكل ما يحتاج الأمر هو ماء ساخن في جو قارس أما الآن مع حركات منسقة لفريق جماليستيك محترف أعتقد بأن هذا الديك سيصبح عشاء الليلة قبل خروجه إلى الأرض الإسمنتية ما تشاهدونه الآن قد يبدو لكم كأعصار لكنه الجو المعتاد في أماكن عديدة حول العالم مثل تيكسيس حيث تم تصوير المقطع بينما يحلم البعض برقوب لوح التزلج على الماء يقوم هذا الرجل برقوب اللوح رفقة كلبه كما لو أنه لا يقوم بأي شيء ومرة أخرى مع شاب آخر رفقة كلبه على لوحي ركوب الأمواج أعتقد بأن بعضكم يعلم الخدعة وراء القيام بهذه الحيلة إن كان الجواب أجل فشاركونا في التعليقات هذا القندس اخترع طريقته الخاصة لإمضاء الوقت في الحجز والترفيه عن نفسه وعن الجميع في أن واحد تنين الكومود البارع في السباحة يجعل رؤيته من بعيد كما ولو أنه تنين حقيقي أو وحش ماء كبير قبل الاستمتاع بنزول الثلوج من على السقف يجب التأكد من وضع مسافة الأمان في الحسبان أو لا على ما يبدو من لهذا النسر من الطيران فقر أن يأخذ جولة مجانية على متن أول سيارة سيجدها أمامه لا أعلم إن كان ما يقوم به هذا المظلي منطقيا لكن وبغض النظر عمن يخاف المرتفعات فهناك الكثيرون ممن يرغبون بأن يحظوا بتجربة مماثلة يمترك الأخطبوط مرونة لا يمكن تخيلها بحيث يفاجئ الجميع بالأمور التي يستطيع الولوج لها أما الآن مع عرض للألعاب النارية ولفك الغموض عنكم هكذا يتم الاحتفال وإطلاق الألعاب النارية في اليابان لن تصدقوني إذا قلت لكم بأن هذه هي أول مظلة ستشاهدونها في حياتكم فلنأمل بأن هذا الكلب لا يعمل في مكان المرآة الخلفية للسيارة نجسائك هذه الشاحنة بعجوبة ولنأمل بأنه قد تمكن من إنقاذ شاحنته أيضا على ما يبدو هذا الطائر ضاق ذرعا برقوب الدراجة للترفيه عن مالكه أتعتقدون بأن عملية إنقاذ دراجة نارية تستحك كل هذا القدر من الجمهور؟ لحسن الحفظ لم ينفجر الأنبوب المائي بقوة وإلا كانت قطع الحجارة لا تصيب الكثير حولها ومصور الفيديو أيضا إن كنتم من محبي لعبة السوبر ماريو الشهيرة إليكم رجلا قام بلعب اللعبة على أرض الواقع فوق المياه وفيما يلي مع أحد أفضل الترق للاستدارة بالسيارة في منعرج حاد باحترافية